كي طبعاً هل فيه تأثير؟ خلص أتحدى أن يكون فيه لعيب بأي حد من ينزل حتى في الشرط التاني في كل المطشاط أثر كل الناس قدت اللي عليها وأكتر أكتر من 200 و300 المئة وإمكانيات بصراحة كانت غير متكافأة كانت تماماً أنت تتكلم في منتخب تقيل جداً جداً منتخب فرنسا ما تدت ده يعني ده عاوز 14 واحد يمسكه فالموضوع كان صعب جداً بس أن أنت يعني أنا اللي عجبني في المنتخب ده كريم الشغف أحياناً لمنتخبات الصغيرة كان تقريباً ميت عند كل الشعب المصري ميكالي والمنتخب واللعيبة والرجولة اللي هم عملوها أحيوا الشغف مرة أخرى الناس كلها النهاردة تتفرجوا ولك أنه لمنتخب الأول كل الناس كانت قاعدة كل ناس كانت متحمسة فأن أنت بالأسلوب ده وبالطريقة ده كريم بترجع تاني تخلق الشغف للشعب المصري والرجولة اللي هم عملوها فما فيش حد أثر طبعاً قلت خبرات كبيرة جداً والسكواد البرة مش زي اللي بيبتدى للحيداشر هو ده اللي أثر على منتخب مصر بس كان فاضل على الحيل 12 دقيقة بس هو في الأول في الآخر قدر الله ومشاء فعل مش عاوز الناس تزعل أكيد من جوانا كلنا يعني كل واحد حزين